الفانينة اليسا تعلق أخيرا على خبر ارتدائها سطرة واقية من الرصاصة في بغدد وبالفعل تنفي الموضوع فهل يعقل أن تذهب للعرك وترتدي سطرة واقية وتظهر للجمهور وتؤكد أنها بالفعل ارتدتها لا يعقل انتجت مواقع التواصل الاجتماعي بأن اليسا في حفلها في العراق ترتدي حزام مواقي أو سطرة واقية من الرصاصة والسبب في ذلك بالفعل هو حزب الله الذي كانت مناهضة له وهذا على عكس اتجاه بعض العراقيين اللي قبل حفلتها نادوا بمقطعتها وعدم دخلها العراق بسبب حزب الله زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبهم وبيحبوني ما كنت بحاجة لدرع واقي والغيره وكلها الكلام سخيف وملو أي مصدقية بالفعل كنت محاطة بفريق أمني مثل أي بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى حدود بتمنى من الجميع عدم التداول بهذا الموضوع لأنه مال وأساس من الصحة هذه الكلمات وتعليق الفنانة أليسة بعد انتشر أخبار ارتدائها درع واقي أو سطرة واقية في حفلتها ببغداد على مصرح سند بادلند لكن للأسف ما زالت هذه الأقويل تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادم خايفة ليش جيت العراق كنت يخليك ببلدك أحسن ولا فلوس العراق أهم من أي شيء تاني بعد أن قامت الفنانة أليسة بترويج لحفلها في العراق قام هناك الجمهور بن قسام لقسمين قسم فراح جدا بقدوم الفنانة أليسة لحفلتها ببغداد والقسم الثاني يرفض دخولها البلاد من أصله وذلك بسبب منهضتها وتعليقاتها لحزب الله ومن الواضح أن هناك اقترف تيلت في العراق ونزل برضو تعليقاته بدل ما ننفق هذه الأموال على حفل فجور وعصيانا نفق الأموال على الأيتم والأرامل أم صح قول القائل ما لإبليس لشطن تسرقون أموالهم وتصرفوها على الضغر والحرام وسيأتي يوم يحاسب الشعب لهذه الفئة الضلة أين كان اشتركوا في القناة